احبائي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بنامج مدرب حياة وسؤال جديد من الاسئلة الجميلة اللي بتبعتها لنا وحاجة رائعة جدا السؤال بتاع النهاردة بيقول لنا ايه هل استطيع التغيير في حاجات مختلفة في نفس الوقت وكيف اتغير طيب وهي طريقة التغيير هل استطيع التغيير في حاجات مختلفة في نفس الوقت وهي طريقة التغيير التغيير مهم لحياة الانسان والتغيير مبدأ اساسي كما قلنا في المعهد الولندي انت لا تستطيع ان لا تتغير انت بتتغير بتتغير ما بيش كلام يعني لازم اعرف اولا ايه قانون التغيير وهل ممكن اتغير في كذا حاجة في نفس الوقت هقول لك حلا دلوقتي قانون التغيير تلات حاجات ان انا اعرف ان في حاجة عايزها تتغير وان الحاجة دي ممكن تتغير وان انا روحيد لقد اتغيرها يبعش انتبقى التغيير لازم اؤمن بتلات حاجات دول انا ابقى عارف مش الشخص التاني اللي بيقولي لازم تتغير انا ابقى عارف ان في حاجة عايزها تتغير نمر اتنين الحاجة دي ممكن تتغير لان في ناس كده تغيروها نمر اتنين الحاجة دي ممكن تتغير لان في ناس كده تغيروها حتى دي مهمة جدا الشخص الوحيد اللي تقدر تغيره هو أنت مش حد تاني عملت المحاضرة في الكنيسة وقريب هنا في أمسردام ممكن اسمعها كيف أتغير وبعد ما خلصتها جي حد يسألني طب أنا زوجتي عايز أغيره المحاضرة اسمعها كيف أتغير مش كيف الشخص التاني أتغير أنا اللي أتغير التغيير يبقى في كذا اتجاه أنا هديك مثال بسيط جدا تخيل نفسك دلوقتي أنت في محطة أمسردام محطة القطر وعايز تركب أي قطر يعني أنت مش محدد بالظبط أنت عايز إيه كل قطرات كويسة أنت عايز تروح الدنهاخ وعايز تروح فلو وعايز تروح بلجيكا وعايز تروح ألمانيا وعايز تروح حتك كتيرة بصت لأي عقلك مش هيحدد أنت عايز إيه في الآخر تفضل في المحطة ما تركبش أي قطر من القطرات ليه لأنك عايز كذا حياة في نفس الوقت لكن لما تحدد بالظبط أنا عايز أروح فين هتعرف ساعتها هتركب القطر من أي اتجاه صحي كده؟ لما تحدد بالظبط فالعقل لنفس الطريقة عايز يعرف الأول أنت عايز تغير إيه بالظبط؟ التغيير ده في أي ركن من أركان الحياة أنا عايز أتغير في لغتي بربنا ولا أنا عايز أتغير في أخذ بالي من حالة الصحية لأن أنا كمان عايز أخذ بالي في الأختي العائلية لأن ده أنا كمان عايز أخذ بالي في الشغل بتاعي ده أنا عايز أعمل فلوس وأبص نفسي إيه تغيير في حاجات كتيرة فاخد التغيير في حاجة حاجة في الأول ما تخدمش في كل حاجة في وقت واحد أقول لأن التغيير للفترة اللي جاية أنا حاس أن ألغتي بربنا وخلاص ستستمر على كده التغيير اللي بعد كده هاخذ بالي من صحيتي التغيير اللي بعد كده هيخذ بالي من كذا فكل ما يكون التغيير على مراحل وفي اتجاه واحد محدد هيبقى أهمق بكتير جدا لأن أنا عايز أغير كل حاجة في نفس الوقت العقل كده يوصل إلى إيه حتى بعد الضورات بتعيدنا نقول للناس نفس الكلام ما تتخدش كل التدريبات وتعمل لك ولا مرة واحدة عايز أغير كل حاجة لا أنا عايز أغير حاجة حاجة وطالما العقل ابتدى في مرحلة التغيير هيساعدك أن أنت تتغير كل حاجة بعد كده ليه لأنه عارف أن فيه تغيير بس التغيير يكون بالتدريب وفي حاجة محددة حدد الأول أنت عايز إيه حدد بعد كده الطريق عشان توصل إلى الحاجة اللي أنت عايزها هتبص لنافسك ماشي في خطوات التغيير خطوة بخطوة حاجة بحاجة كل ما بتحقق تغيير إيجابي كل ما تاخذ ثقة في النفس التغيير يدي ثقة والثقة تدي تغيير أكتر والتغيير يدي ثقة والثقة يدي تغيير أكتر فتبص تلاقي لمست كل جوانب حياتك بس بالتدريب فشوف إيه الشيء الأهم بالنسبة لك عايز تغييره الفترة اللي جاية في حياتك وبعدين شيء الأكتر أهمية والأقل أهمية والأقل أهمية والأقل أهمية غيرت لما تغير كل حاجة في حياتك أنا أعطى أنصحك يعني تبدأ أولا بحياتك الروحية وبعليها حياتك الصحية وبعليها شخصيتك حياتك الشخصية تطويرك لشخصك وبعدين أسرتك وبعدين عملك وبعدين الناحية المادية ابدأ بالترتيب الصح لما تزبط علاقتك بربنا ويحصل تغيير وتقدف علاقتك بربنا الباقي كله بعد كده هيبقى سهل وجميل وتحقق كل أحلامك إن شاء الله شكراً للسؤال الجميل ده ونشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله